كل إنسان عايش بهالعالم عنده هدف بيشترك فيه مع كل الناس وهو إنه يكون سعيد فبتلاقيه بيحاول بكل الوسائل يحصل على السعادة ولكن للأسف الناس كلهم بالآخر بيوصلوا لحيط مسدود وبيكتشفوا إنه اللي عم بيحاولوا يلاقوه بالسعادة أو اللي عم بيحاولوا يلاقوا السعادة فيه مش عم يشبعهم فبيرجعوا يكملوا بحثهم عن السعادة من جديد لحد ما يوصلوا لنتيجة إنه السعادة هي مثل السرب بيشوفوا التايه العطشان بالصحرة وبيفتكر إنه مستنع مي رح يرويلوا عطشه وأول ما يوصل لحده بيلاقيه مجرد سراب وبيرجع يركض وراء من جديد في مرة عطى الرب يسوع المسيح مثل وقال إنسان غني أخصبت كورته ففكر في نفسه قائلاً ماذا أعمل لأن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري وقال أعمل هذا أهدم مخازني وأبني أعظم وأجمع هناك جميع غلاتي وخيراتي وأقول لنفسي يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة استريحي وكلي واشربي وفرحي فقال له الله يا غبي هذه الليلة تطلب نفسك منك فهذه التي أعددتها لمن تكون هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنياً لله تخيلوا معي أصدقائها الغني اللي كان بيملك كل شيء ولكنه مش مكتفي ولا فرحان لو كان فرحان ما كان قال يا نفسه لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة استريحي وكلي واشربي وفرحي السعادة أصدقاء اللي بتكون مرتبطة بالأشياء والأحداث هي مجرد وهم وأول ما بيحصل عليها الإنسان بيكتشف أنه مش عم تشبه من شان هيك بيعيش بعدم اكتفاء قال رب يسوع للمرأة السامرية لما أعد معها على البير قال لكل من يشرب من هذا الماء يعتشه أيضاً ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعتش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية الفرح الحقيقي والسعادة الحقيقية أصدقائي لازم تكون مرتبطة بالحياة الأبدية وإلا بتبقى وهم وهذا الشيء أكدوا لكتاب المؤدس بسفر الجامعة لما قال سليمان الحكيم فأي منفعة لمن يتعب مما يتعب به قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر ليشتغل به صنع الكل حسناً في وقته وأيضاً جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية ترجمة نانسي قنقر